التداول ينطوي على مخاطر خاصة بالنسبة لكثير من المبتدئين الذين يقررون الاستثمار في الأسواق المالية الأمر يتطلب تحليلا خاصا ومعرفة بأنواع الأسواق المختلفة وطرق التداول في كل واحد منهم أسرار التداول تكشف لنا عنها حسناء الطالب محللة مالية ومستثمرة صباح الخير صباح النور تم ترشيحك كأصغر مليونيرا من قبل ذاريتشيست في فلوريدا وأيضا أفضل متداولة في أسواق نازدك كيف أصبحت مليونيرا في عمر 23 أنا بلشت الترايدين أو الستوك باركت في عمر كتير صغير لما كان عمري تقريبا 17 سنة بلشت ب1000 دولار أنا ومي بزنيس بارتنر كريس بلشنا أول إشي أنه بلشت كتير أخدت وقت طويل اللي تقريبا سنة وأنا عم حاول أنه أكتشف في الأسواق المالية كيف ممكن أتداول شو البلاتفورمز اللي لازم أستخدمها أخدت لي سنة عشان to decide شو بدي رغم أنه المبلغ صغير المبلغ كتير صغير 1000 دولار أنا استخدمت وشتريت إشي ويقالت بني ستوكس اللي هي الستوكس أقل من 10 دولار كنت عم بشتري وببيع بشتري وببيع اللي هي day trading كنت بسوي day trading every day والswing trading اللي هي تقريبا كل days ببيع بشتري وببيع كل 2 days or 3 days ثاني إشي اللي هي كتير أخدت منتور أو أخدت كوتش اللي هو علمني على هذا الإشي قبل لأني أفوت عشان to have safety وثالث إشي عرفت شو الستراتيجيات اللي بدي إياها يعني شراء أسهم صغيرة حسيته هو استراتيجية الأفضل بالتبع كانت هاي واحدة من الاستراتيجيات هي شراء الأسهم اللي هي قيمتها أقل من 10 دولار ثاني إشي اللي هي استطمرت بفراكشنال شير بنسميها فراكشنال شير اللي هي مثلا هلأ سعر أمازون is three thousand dollars ممكن تشتري part من من هذا الشير سو أنا استخدمت تقنية الفراكشنال شير وثالث إشي اللي هي الـ ETFs الـ ETFs إنه ما بتعرفي شو الـ stocks اللي بدك تختار تشتريهم تشتري basket فيها كل الـ stocks لتسيبوز إنك بدك تشتري أمازون نتفلكس فيسبوك إذن هاي أفضل استراتيجية إذا أشخاص صار يرغم تتداولوا دخول عالم الاستثمار دون أخطار يعني بالنسبة لي هذه اشتغلات وأكثر أقوى واحدة اللي هي earnings winners earnings winners اللي هي مثلا شركة بتعلن منتوجها مثلا in the future أو بتعلن deal إنه رح تسوي in the future أنا بشتريه من قبل بعرف إنه مثلا Apple will launch a new phone سو بعرف إنه it will launch a new phone بشتري أنا من قبل وبعدين ببيعه ما الذي يجعل الأسهم ترتفع وتنخفض ارتفاع الأسهم ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاضها based on a lot of things أول إشي اللي هي performance تبع الشركة إذا الشركة عم تدخل الفلوس طبعا إنه الناس صارت إنه هاي شركة شركة رابحة شركة رابحة سوالناس عم تشتري وعم تبيع ثاني إشي اللي هي الناس الموجودة أو المتداولين اللي موجودين في الماركت إذا الناس عم تشتري وعم بتبيع بالسهم بيطلع كتير أو إذا الناس كتير عم تشتري ثالث إشي اللي هي النيوز مثلا إذا بناخده بعين لإعتبار مثلا تسلا الأخبار والشائعات أكيد الأخبار والشائعات إذا بناخد مثلا تسلا بناخد إيلون موسك إيلون موسك بتويت واحد بيقول إنه بكرة ويبالونش سمتين نيو هادة النيوز بتخلي السعر تبع الستوك يرتفع سهو إزيوزن هزيوزن كان حكا أشياء على الويد ما ويد وهيك سوهذا خلي السعر ينزل سوهدول النيوز بيأفكت الستوك وأشياء ثانية مثل الإيكونامي مثل البوليتيكس والسيتيويشن تبع الدولة من خلال خبرتك مستثمرة متى يبدأ الشخص بالتداول بيبلش بالتداول أول إشي أنا اللي بشوفه كتير صحيح إنه الواحد ياخد وقته ليتدرب ويعرف شو الستراتيجي اللي بدو ياها يعني ما يفوت أنا كتير بشوف ناس بيقولوا حسنا بليز كان يو هل بس إنه نفوت لعالم هات بس لما بتشوف هذا الشخص بتلاقي إنه بدو يفوت لستوك ماركت بس عشان بفكر إنه لا إذا فات اليوم بكرة رح يشتري لامبروغيني هي كتير لازم تعرفي شو الستراتيجي اللي بدك ياها بدك تشتريها لأتبيعي بكرة ولا بدك تستطمري هذا مش تداول هذا اسمه استثمار تستطمري لاللونج ترم وشو اللي بدك يا اكزاكلي وشو الغرض من الستوك تريدين أنت بدك أنا لما بلشت كيف قلتلك بلشت على أساس إنه بالنسبة لإلي إذا ربحت بعشر ثواني في انتعاشة ومتوقعة في الربع الثاني من هذا العام في أسواق المال هل تنصحين بالتداول في هذا التوقيت الكورتر الأول والكورتر الأخير في كل سنة بيكون هما أحسن الكورتر لأن الشركة في آخر الكورتر بتكون بتسكر الميزانية تبعها وفي أول سنة بيكون لسه مبين يعني أنه لسه معها يعني انتعاش في الكمبي سوى هذول الوقت بيكون كتير كتير ممتاز للتداول الكورتر الثاني والثالث حسناء الطالب محللة ومستثمرة مالية شكرا لك وعود الآن إلى زملاء أسامة وغرازيلا شكرا